السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة دعم مدرسي مرحبا بكم مرة أخرى معنا على القناة إذن متابعين دينا دائمين مرحبا بكم وكذلك الجدد اللي يلا تعرفوا على القناة مرحبا بكم أيضا إذن أعيدك العادة بالنسبة للناس اللي يلاها مثلا تعرفوا على القناة دينا هنا كيكون عنا وحد فرد إذن كنقوموا بالإنجاز دياله كنعن نزيد ونشرحوا شوية الدروس بالنسبة للPDF كتلقوا في أسفل الفيديو أو لو كتلقوا على صفحة الفيسبوك اللي تابع القناة قناة دعم مدرسي كتلقواها على الفيسبوك كتلقوا فيها الPDF كتلقوا فيها ديذ وقيمة وحدين وخرين وكذلك كنخليوليكم التحت البلايليست يعني اللي يانك تكليكي عليه كتدخول البلايليست ما معنا بلايليست يعني واحد الليست مجموعين فيها جميع الفرود الخاصة بالمستوى السادس في جميع المواد إذن الفرود ديال الدورة التانية هات الفرود الأولى ديال الدورة التانية إذن اليوم عنا فرد ديال التربية الإسلامية الفرد الثالث في مدد التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي إذن هنبدأوا نشاء الله على بركة الله ودائما نبقوا تشوفوا التعليق الأول إلا كان شي صحيح ديال شي خطأ أو إلا شي حاجة تداركناها كنتداركها في التعليق الأول باش ما تقولوش كنتطور عليكم بززف إذن عندي هنقرأوا الوضعية ثم هنبدأوا نشوفوا الأسئلة إذن أرعى حق المسكين التحقت سميرة بمائدة الإفطار في أحد أيام رمضان متأخرة بعد آدان صلاة المغرب فسألتها أمها أين كنت يا سميرة قالت سميرة لقد انشغلت أنا ورفيقاتي بالخارج لأننا سمعنا الصراخ وبكاء سعاد خدمت جيراننا فلا ربما ضربوها وأساءوا معاملتها من جديد قال أب سميرة تلك أسرة لا ترحم المسكين ولا تكرمه ولا تحسن إليه أردفت الأم قائلة إن الله تعالى سيعاقبهم ما لم يتوبوا ويردوا الحق لهذه الفتاة المظلومة لكنك يا سميرة بنشغالك هذا أخرت الفطر حتى أنك نسيت دعاء الإفطار ردت سميرة لن أؤخر الفطر مرة أخرى وسأدعو عند الإفطار لهذه البنت المسكينة إذن هنشوفوا التعليمات الخاصة بهذه الوضعية هذه إذن عندي أدكم سورة القلم إذن أكتب من سورة القلم الآيات التي ذكرت قصة أصحاب البستان الذين حرموا المسكين من حقه والآيات التي ذكرت توبة نبي الله يونس عليه السلام حسب المطلوب إذا الجزء الأول هنا يمين إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إلى بل نحن محرومون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أنغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يضحوا لنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا رضالون بل نحن محرومون إذا القصة دي لها أصحاب الجنة يعني أصحاب بستان اللي يعطيه كان الأب ديالهم عندما كان عيش كان كي يعطي الحق ديال المسكين كان كي تصدق من لي مت الأب ديالهم وبقوا غير الأولاد إذا قروا أن من لي وصل موسم ديال الجنة المحصول قالوا غايمشوا بكري وغايم جمعوا بلما يجوا الفقراء صدعونا راسنا ونعطوهم الحق إذن فعقبهم الله على هاتشي اللي كانوا ناوين عليه فحرق تلك ذلك البسان كله إذن الجزء الموالي من قال أوسطهم حتى لو كانوا يعلمون إذن أعود للمشطان الرجيم قال أوسطهم ألم أقول لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إذن هذا عندكم ذلك الجزء الثاني ديال صورة القلم من بعد عندنا الجزء اللي فيه على سيدنا يونس من فاصبر لحكم ربك إذن أعودوا بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحود إذ نادر وهو مقضوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكادوا الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العالم إذن نرى هنا قاعدة جويدية هنا في المتيحان تطلبوا منكم القاعدة الجويدية وإن شاء الله لكم محتاجينها ندريكم فيديو خاصة على هذه القواعد لكي يكونوا عندكم قواعد بساطة لا يتعمقوا معكم قواعد بسيطة وسهلة في الفهم الصراح أدكر القاعدة جويدية في العبارات في الجدول قلقلة نقلوا الحركة المد المتصل في ميم الجمع إذن شنا هي القلقلة القلقلة هي كنخرج كنبينو حد الحرف اللي كيكون فوق منه السكون شنا هم هاد الحروف كنجمعوهم في قطبو أنا هنشرحكم وحد القطب بساعة وحد يعني باختيصار قطبو جد هاد الحروف هادو القاف والطاء والباء والجيم والدل إذا كان عندهم السكون كنديرهم القلقلة يعني كنبين هاداك السكون مثلا بحال هنا فأقبل كنبين هادك القاف ذاك السكون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون إذا هنا عندي القلقلة القلقلة محتف الباء هادو هما الحروف ديال القلقلة لا لقيتش حرف من هادو عنده السكون عرفنا عندك القلقلة عندي هنايا نقلو الحركة ما معنى نقلو الحركة كنقول الحركة ديالاش كنقول الحركة ديال الهمزة كنقولها الحرف الساكين اللي قبل منها إذا الحركة الهمزة كيكون قبل منها حرف ساكين ماشي في وسط الكلمة مثلا هي الهمزة بادية في الكلمة الاولى والسكون في الكلمة الاخيرة ولا كتكون في ديك الالف واللم الاولى وكيكون تابعها الهمزة احنا اعطيكم امثل مثلا اذا مثلا انا اعطيكم هنايا فينكين نقل حركة هنايا هنا ولا عذاب الاخرتي ولا عذاب الاخرتي والاخرتي هنا فيها نقل الحركة انا اقول لكم في كين نقل الحرك نقل الحرك اذا هالكلمة شنو فيها في الاصل نقوله لقرينة عادي الاخرة الاخرة اذا ها هي هندي هنا الهمزة ممدودة قبل منها ساكن ال هديرا مش واسط الكلمة هديرا اللاصقة في الكلمة اذا كنحي تسكون وكنجيل هنا تتولي الاخرتي ما شيبقاش هنا يلمد كيولي هنا فوق فلاسة السكون اذا كنحي تسكون ما كيبقاش يتنطق وكنقلي الحركة ديال الحرف اناعطيكم مثال بحد هنا قد افلاحة ها هو السكون ها هو الهمزة اذا انقل حركة الهمزة الى ذاك الحرف الساكن الذي قبلها ما كتبقاش قد افلاحة كتولي قدفلاحة قدفلاحة مثلا من زكاها وقد خاب من قدفلاحة اذا كان عندكم بزاف ديال الامثلة فهذا الصور اللي عنده عندي المد في ميم الجمع بحل هنا الميم ديال الجمع كيكون تابعها همزة الميم ديال الجمع كيكون تابعها همزة هنا سلهم يعني يرى جمع اذا نشكتولي سلهم مش سلهم سلهم ايهم بذلك بحل في صورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ليبلوكم ايكم اذا عندي ديال الامثلة وقبل منها ميم الجمع اذا كان دياليها مد كتولي ايكم ليبلوكم ايكم بحل هنا سلهم ايهم اذا هنا عندي المد في ميم الجمع هنا وهم نائمون عندي المد المتصل المد المتصل المد المتصل هو الملك يكون عندي حرف من حروف المد اليف او يواو او ياء وبعده همزة في نفس الكلمة كي تسمى مد متصل وملك تكون المد في كلمة والهمزة في كلمة اخرى هذا كي تسمى مد منفصل وعدك المد المثقل اذا ان شاء الله لك تندي لكم الفيديو عليه غادي يكون احسن اذا هنا عندما هنا مد متصل هيا نائمون المد تابعو الهمزة المد المنفصل غا نعطيكم مثلا انا اعطيناك الكوثر مثلا انا اعطيناك اعطيناك اذا ها هو مد في كلمة عفوا اذا ها هو المد هنا في كلمة والهمز في كلمة الموالية هذا كي تسمى مد منفصل اذا نرقم ثلاثة ذكر الله تعالى في بداية سورة قلم قصة اصحاب الجنة الذين حرموا المساكين حقهم فاحرق الله بستانهم ماذا يجب على الانسان ان يعمل اذا ارتكب ذنبا او ظلم غيره احيط الجواب او الاجوبة المناسبة اذا الانسان ملك يخطأ دائما الانسان خطأ وخير الخطائنا التوابون اذا الخطأ يجبوا ان يتبعوا اعتراف بالخطأ او اعتراف بالذنب ثم التوبة وعدم الاسرار على الدنب اذا ماذا يفعل يستغفر الله طبيب الحال الاسرار على الدنب الله اذا يتوب الى الله نعم يرد الحقوق الى اهلها كان ضلم شي واحد كيطلب منه اسماحة ادل شي واحد شي حاجة كي يردها له يجهروا بذنبه امام الناس الله لان اسوأ الناس اللي كي ديروا الدنوب هما اللي كي جاهروا بها الله كي يسترهم هما كي جاهروا بها اذا هذا من الناس اللي يعني كيرتكبوا حد الخطأ اللي تبين رسول السلام يجهروا بالاتم اديالهم اذا هنشوفوا اختاروا مما يلي القيمة المستفادة من قصة اصحاب الجنة شنا هي استفادة او القيمة اللي اخدناها من عند اصحاب القصة دي الاصحاب الجنة اصحاب اصحاب او صاحب الاخيار ذوي الخلق الحسن وادعو الله ان يهديني لا مشيها تشلكين اذا اصبروا رضاء هنا اصبروا رضاء بقضاء الله تعالى واقتداء برسول الله لأنه ما عندناش الرضاء بالقضاء دي الله والاقتداء بالرسول ارعى حق المسكين واتجنب ظلم دوي الحقوق نعم اذا ما نظلمش المساكين وما نديش لهم الحقوق دياله اذا جاء جبريل سؤال الربعة جاء جبريل الى النبي صلى الله وعليه يسأله عن الاسلام اذكر الاركان الخمسة للإسلام التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اصحاب اذا اركان الاسلام واضحة كنا حافظينها اذا الشهادتان الشهادتان عندنا اقامة الصلاة عندنا اتاء الزكاة اتاء الزكاة عندنا صوم رمضان وبطبيعة الحال عندنا حجو بيتي الى عندنا حجو بيتي الى اذا خامسا هي اصرة اسلامات وامنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وتشبتت باسلامها رغم ما تعرضت لها من التعذيب على يد كفار قريش فمنهم افرادها اذا الناس هدو هاد الاسرة هي الو ياسر معروفة القصة لهم انهم امنوا بالرسول وكانت قريش كفار قريش كيعدبهم ايما عذاب بيها فيها الاب والام والابن لهم اللي هو عمار بن ياسر وابوه ياسر ابو عمار واموه سمية اذا عمار كان يقول لهم الرسول صبرا على ياسر فان موعدكم الجنة يعني يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة لعنا عمار ابن ياسر وياسر ابو عمار ب ثم امه سمية اخرت سمية الفطر بدون عضر فتركت بذلك سنة من سنان الصيام هي تعجيل الفطر اذكر سنتين اخرين من سنان الصيام كان سنان دي الصيام كان تعجيل الفطر وكان تأخير صحور نعطل صحور اكتر مدة ممكنة تعجيل الصحور تعجيل الفطر يعني غير يؤدي المغرب نفطر ما نقاش معطل الفطر والصحور نأخره حتى يقرب حتى يعني تل آخر الليل ما نشي في أول الليل عنا كذلك ذكر الله قراءة القرآن دعاء عند الافطار هدو كلهم من السنان ديروا الدعاء عند الافطار لأن الأم دي لقد لنسيته حتى أنك ديري الدعاء عند الافطار باء وعبر عن موقفين من شخص يطيل الصهر في ليالي رمضان ولا يستيقظ يتصحر ويصلي الفجر إذن الله سبحانه وتعالى الهدف دياله من الصيام مش هو يجوعنا أو لا يعطشنا وإنما كيعلمنا الصبر نحسه بالفقاراء إذن رمضان هو واحد مدرسة ديال الصبر وديال إحساس بالآخرين إذن نكتبو هذا تصرف خاطئ هذا الموقف ديالي نعبر عن الموقف ديالي أوافق غير موافق هذا تصرف خاطئ هذا تصرف آآ جيد آآ وغادي نشرح علاش دا لأن الهدفة من الصيام من الصيام قد نكتب لم يتحقق وندرد النقطة أو لا نكمل شرح ديالي ليس الجوع أو العطش أو العطش وإنما شنو وإنما التدرب على الصبر ونيل الأجر والتواب من الله سبحانه وتعالى أو لا نقول هذا تصرف خاطئ لأن الإنسان بهذه التصرفات يضيع على نفسه الأجر العظيم لهذا الشهر أو أنه هنا بشيبان إذن قلنا أو لا نقول هذا تصرف خاطئ لأن الإنسان يضيع على نفسه أجر هذا الشهر والتواب العظيم لهذا الشهر لأن رمضان بلا صحر بلا صلاة فجر بلا قيام الليل ما كيت تعتبر أن الإنسان أنه صام يقدر يكون أجره قليل جدا إذن هذه الأشياء أخصيكم بها بإنسان أو لا عبرت بالطريقة ذيالك هنا أكمل حديثين الذين يحثنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحور وعلى تعجيل الفطر إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في الصحور بركة فإن في الصحور أو للصحور بركة هذا هو الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر إذن جيران سميرة يؤذون خادمتهم ويسيئون معاملتها عبر عن موقفك تجاه ظلم المسكين وحرمانه حقا إذن دابعوا الثاني دوي على الموقف ديالي من الظلم الظلم الناس يظلمون المساكين ويحرمونه حقا إذن الظلم تصرف أو لعمال غير مقبول إذن الظلم حرمه الله على نفسه في حديث القدسي كيقولنا الله سبحانه وتعالى إذن حرمت الظلم على نفسه وحرمته بين العباد والظلم كنقوله ظلمات يوم القيامة فقد حرمه الله فقد حرمه حرمه الله على نفسه نفسه وحرمه بين عباده إذا الله حرم الظلم على نفسه الله ليس بظلم للعبيد وحرمه بين العباد يعني أنه واحد يظلم واحد وتوعد الظلمين بعذاب شديد صرحة التعبير عن موقف كيف غير يكثر من ستار لذلك فإن يعني وبالتالي ومن أجل ذلك فإن ظلم مسكين وحرمانه من حقه مثلا أمر غير مقبول نزيد نكمل مثلا نعبر على رأي اليالي مهم هنا الظلم تصرف غير مقبول فقد حرمه الله على نفسه وحرمه بين عباده وتوعد الظالمين بعذاب شد إذن تمرين ثمانية وللسؤال ثمانية من الأنبياء رسول اعترف بخطائه واعتبر مما حصل معه وتاب إلى الله وهو في بطن الحوت من هو بطبع الحال هو يونس عليه السلام يونس عليه السلام لأنه يعني قنط من قرية دياله لأنه ما بغوش يأمن به وكان يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن ما سمعوش لي فوقع لي بحل واحد إذن كما كنقلوحنا في دريجة طلع لي الدم ومشاو خلهم بلا ما يأخذ الإذن من الله سبحانه وتعالى بلا ما يأمر الله أنه يخليهم إذن مشاو ومشاو فذك المركب إذن وقع أنه طروا يتخلصوا منه هو يعني بعد ديك القرعة اللي داروا تخلصوا منه كان خلص شي واحد ينقص ونقص هو وفلتقمه الحوت ومن يلتقموا الحوت ودخل البطن الحوت تحسب الخطأ لياله وبدأ يستغفر الله سبحانه وتعالى كما قرأته في سورة المرك إذن سعود أذكر الآية من سورة القلم التي تذكر توبة أصحاب البستان بعد اعتبارهم مما أصاب بستانهم إذن أصحاب البستان تحسب الخطأ ليالهم فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى إذن يعني اعتبروا إذن شنو؟ قالوا حسوا وعرفوا أنهم ظالمين إذن فقالوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إذن قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إذن هنا اعترفوا بالخطأ ريالهم والإنسان اللي اعترفوا بالخطأ دياله فإنه يطلبوا التوبة فقالوا بعد ذلك عسى ربنا أن يبدي لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون يعني كيطلبوا الله يعطيهم يعني بستان أفضل من ذلك البستان اللي كان عندهم إذن هم تتوجهوا بالدعاء الله سبحانه وتعالى إنا إلى ربنا راغبون يعني يعني كيطلبوا يعطيهم بستان آخر يبدي لنا خيرا منها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين إذن هنا ركين مد ربنا هل مد هل همزة قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إذن فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إذن أختار مما يلي القيم التي أستفيدها من اعتبار أصحاب البستان مما أصاب بستانهم إذن كيفش أعتبر بدوك القيصص لإعطان الله سبحانه وتعالى في القرآن إذن أتمادى في خطأي ولا أندم عليه لا أتعد بعاقبة المذنبين وأتوب إلى الله عز وجل نعم إذا الله أعطانا هذه القيصص باش نعتبره بهم باش نعود نوقع في نفس باش نعود نوقع في نفس الخطأ أو الرانة النتيجة لها دوك الأخطاء اللي يرتكبوها اللي قبل منا أرحموا المسكين وأكرموا وأحسنوا إليه نعم طبعا لأن السبب لعدموا عليه الله هو أنهم بغوا يحرموا المسكين من الحق دياله إذا نطلقوا إن شاء الله مع مراقبة أخرى في التربية الإسلامية بالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة